البحث عن زعامات جديدة للاحتجاجات في إيران ذات ارتباط في الداخل يعيد نجل الشاه بهلوي إلى الواجهة من جديد بعد 52 عاما من الغياب فقد شهدت لوس أنجلوس الأمريكية تظاهرة حاجدة للإيرانيين أكدوا من خلالها السعي لإسقاط نظام ولاية الفقي والاتجاه نحو الدولة المدنية وإسقاط كافة الشعارات الدينية في الوقت ذاته يظهر أن التقصصية والثلوج قد حدت بنسبة كبيرة من جذوة الاحتجاجات والخروج إلى الشارع إلا أن طهران شهدت شعارات تم توحيدها تنادي بالموت لخامنائي ما يراه السياسيون استمرارا للإحتياجات التي اندلعت قبل خمسة أشهر وحاول النظام الإيراني وإخمادها بأحكام الإعدام والاحتقالات الواسعة والمواجهات المباشرة التي قتلت أكثر من خمسمائة إيراني محتاج وما بين إخماد النظام للإحتياجات وإصرار المعارضة الإيرانية على وجودها تتشكل نتيجة لذلك عددا من السيناريوهات على رأسي التحرك العسكري جنوبية إيران في ظل تحرك عرقي قد يفتح على النظام الديني عددا من الأبواب السياسية والعسكرية كما أن سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران هي من تشكل موجة جديدة من الاحتجاجات المنتظرة في ظل عرقلة الملف النووي الذي ساءت على إثره العلاقة الإيرانية مع محيطها العالمي ما ينذر بكوارث على النقد والسلع وخروج ثورات جياع من ضمنها الاحتجاجات الحالية في منجم النحاس وقطاع عمال الطاقة في وقت سابق الاحتجاجة في إيران قد تستمر وقتا أطول في ظل المراوغات الإيرانية بشأن الملف النووي حيث يرى البعض بأنها أنجح طريقة لجر النظام الإيراني لكبح جماح التحرك العسكري في الملف الأوكراني وكذا تخصيب اليورانيوم وقادم الأيام يره عسكريون والسياسيون أنه أكثر تطورا من ذي قبل اشتركوا في القناة